السلام عليكم معكم الشيف المصطفى من مطبخ الأكلات العراقية سأقدم لكم طريقة عمل كباب دجاج عندي واحد كيلو دجاج دجاجة كاملة نظفتها من الجلد ونظفتها من العظم وشلت اللحم مالته وبدأت أثر ما وقسم الناس يستعملون بس الصدر بس الصدر يكون ناشف فالأفضل يستعمل واحد وياها الفخذ وكل الدجاجة هنا وضفت لها أربعة سن ثوم وواحد حبت فلفل أحمر ثرمت سوى يعني أضيف لحم يعني لحم الدجاج والثوم والفلفل الأحمر حتى يختلط سوى واستعملت المصفل المتوسط هذا اللي نثروم بيه هذا اللي دا شوفوه يعني مو الكبير كلش هاي هي هنا حبت الفلفل اللي استعملتها مثل هاي وهنا عندي واحد حبت بصل برشتها بالمبرشة بالناعم وصفيتها من الميمالتها يعني أريد استفاد منه الميمالت البصل وأخذت البصل خليتها ويا اللحم راح أعجنا وياه وهنا عندي رشت فلفل أسود خفيفة ورشت فلفل أبيض خفيفة ضفت وواحد ملعقة شاي أبهار أحمر ونصف ملعقة أكل ملح عجنت سوى كله وراح أغلفه وأخليه بالفريزر لمدة ساعة أو ساعتين المهم ما يجمد انتبهولا كل فترة أروح أقل بأحركه حتى لا يجمد أو تخلوه ساعة وبعدين تجيبوه تخلوه بالثلاجة من ورا الساعة إلى أن تستعملوا هذا راح أحتفظ بيه أنا بالفريزر حاليا هنا من بعد ما طلعت من الفريزر ضفت له اثنين ملعقة أكل بقصومات يعني خبز محمص ومطحون تعرفوا حتى يتماسك وراح أبدأ شوي مباشرة من بعد ما عجنته ويا البقصومات هنا عندي أنا شواية وممكن أستعمل الطاوة التي فال فراح أسوي جزئين هذا مي البصل اللي شوفتكم إياه اللي استخلصت من البصل بديت أبلل إيدي بيه وأشيش الكباب أو ألكلكه بإيدي بدون شيش حسب أنتو شنون تحبوه هس أنا شيش تلي راح أخلي قسم منه بالشواية أو الطاوة اللي نشو بيها يعني على الطبخ أو من أقلي هم أسوي بها الطريقة وأسحبه وأخلي بالطاوة يعني هس دهنت هاي المشواية اللي راح أشو عليها بزيت نباتي و راح أحميه زين و أضيفه هو يصير شوية لين يراد لدقة يعني على كيف كوم من تستعمله إلى أنه شوية يلزم و بعدين واحد يحركه و يقلبه هذا هس أنا سويت هاي المجموعة و راح أسوي مجموعة ثانية بالطاوة التي فال اللي ما عنده مثل هاي أو شواية يسوي بالطاوة التي فالهم يصير طيب و طعمه مضبوط و ما بي أي مشكلة هس هاي مجموعة آن خليتها و راح أنتظر شوية و بعدين أحركها هنا و أرش من هذا مي البصل عليها هاي مثل ما تشوفون هذا مي البصل ده أرش شوية ينطري حو طعم طيب إلى و يلينا همينا بنفس الوقت هذا أنا دا أقلبه بس شوية عليك يا فكم لأن هاي شوية فتحت وحده منهن بس عادي لأن أنا من خلصت هاي المجموعة بديت بالطاوة التي فال أقلي أو أشوية تقريبا خليت هاي الطاوة كلها هي و الكبابل بيها بالفرن إلى أنكملت باقي المجموعة أو الكمية لعندي شغلت الفرن على درجة حرارة 200 و خليت هاي الشواية كلها بالفرن سأبدي أسوي القسم الثاني بالطاوة التي فال هس راح يشوفون هاي الطاوة التي فال ضفت لها ملعقة تأكل زيت نباتي حتى لا يلتسق ولا هو بالتفال ما راح يلتسق يعني أنا متأكدة بس هم ليونة ينطي شوية زيت و الكلكته وهذا هو يعني أخي أسوي بالشيش وبعدين أسحبه وأخليه بالطاوة وهس هي حرارتها عالية مباشرة من تخلون المجموعة ملت الكباب والطنار عالتلاثة أنا طباخي عالستة ووطيتها عالتلاثة بس شوية ملحقت وحدة من هنا شوية لونها صار غامق بس محترقت وكانت طيبة بس مجرد أخذت لون لأن بسرعة تنت مشغولة أخلي الكباب فوطيتها بعدين وصار ذهبي هس تشوفو هذا شكله وأنا طباخت إلى جانبه رز بالخضروات تمن يعني بالخضروات إن شاء الله راح أقد أنزل الفيديو مالته وهذا شكله النهائي جربوه إن شاء الله يعجبكم وألف عافية